خليك دائماً فخور بنفسك مهما كانت خطواتك صغيرة خليك فخور بقدرتك إنك بتحاول كل يوم خليك فخور إنك لسه بتحاول رغم كل الصعبات اللي بتمر فيها لا خيب اللهم ساعيكم في مناكب الحياة ولا أضاع لكم فلماً أو تعباً حبايبنا الطلاب الله يعطيكو ألف عافية نجدد النية ونحكي بسم الله سلام عليكم يعطيكو ألف عافية جميعاً حبايبنا الطلاب عنا ملاحظة كثير هون مهمة ملاحظة هامة جداً على درس لـ present perfect اللي هو المضارع التام المضارع التام إذن هون يا حبايبي ملاحظة هامة جداً هون يا حبايبي بدي إياك تكون عارف إنه معناها نتيجة لذلك نتيجة لذلك هاي كثير ملاحظة مهمة ملاحظة ما لها مهمة مهمة اكتب لي هون مهمة طيب تمام إذن هاي ملاحظة كثير مهمة طيب استاذي قزستنا مهمة مهمة فهمنا إياها طيب هاسب أفهمك إياها يا ابني هاسب أفهمك إياها يا حبيبي إذن كثير مهمة هاي الملاحظة كثير مهمة طيب تمام so that's why that's how نتيجة لذلك نتيجة لذلك دائماً يا حبايبي بدي إياك تكون عارف إنه موقعهم في وسط الجملة موقعهم في وسط الجملة تمام إذن so that's why that's how موقعهم في وسط الجملة شو معناهم نتيجة لذلك نتيجة ذلك طيب تمام نتيجة لذلك موقعهم في وسط الجملة قبلهم رح يكون في عندي إشي اسمه السبب أها وبعديهم بعديهم رح يكون في عندي إشي اسمه النتيجة يعني في سبب وفي نتيجة لذلك والنتيجة أها كيف يعني أستاذ يعني أنا أوقف لك هون أوقف لك هون كنت مريض نتيجة لذلك ما إجيت على المنصة أصور كنت مريض نتيجة لذلك ما رحت على دوامي على المدرسة كنت مريض نتيجة لذلك ما رحت على المدرسة إذن في عندك سبب في عندك نتيجة لذلك اللي هي دول الكلمات أحد دول الكلمات رح يكون في وسط الجملة وراح يكون في عندك النتيجة إذن موقعهم وين يا حبابي في وسط الجملة في وسط الجملة إذن so that's why that's how وين موقعهم في وسط الجملة نتيجة لذلك أوضح لك الفكرة أكثر أنا كنت مريض كنت مريض نتيجة لذلك ما قدرت أروح على المنصة وأصور حصة مثال ثاني أنا كنت مريض نتيجة لذلك ما قدرت أروح مثلا على عرص صديقي مثلا طبعا هون رح يزعل منك صديقك رح يزعل منك إذن هون يا حبابي موقعهم في وسط الجملة النتيجة هون السبب عفوض السبب هون كنت مريض مثلا نتيجة لذلك ما رحت على المنصة طيب أستاذي هذا الحكي كيف بفيدنا بالPresentPerfect أصبر 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 طيب تمام بحكي لك يا حبيبي إذا كانت النتيجة في المضارع فالحل يكون مضارع تام مضارع ماله تام إذا كانت النتيجة يعني هاي يعني هاي اللي بعد that's why هاي النتيجة اللي هون كانت مضارع هاي إذا كانت اللي هي مضارع هاي إذا كانت مضارع 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 مع مضارع نطلع بالشارع لا ما بدنا نطلع بالشارع إحنا نستاذنا بنشرح Present Perfect مضارع إذا كانت النتيجة مضارع الجبار يكون عندك اللي هو present 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 perfect اللي هو present perfect المضارع التام المضارع التام اللي تعلمناه شكل المثفت وشكل النفي وشكل السؤال إذا كانت النتيجة في المضارع راح يكون اللي هو الحل مضارع تام طيب شو هاي التام المستمر شو هاي التام المستمر يا أستاذي وشو هاي إذا كانت النتيجة في الماضي فالحال يكون ماضي تام وماضي تام مستمر أصبر على رزقك إذا ولسه ما أخذناهم ما تنعجج فيهم ما أخذناهم لسه بالدروس اللي قدام إن شاء الله رح نأخذهم طيب أستاذي ليش أنت حطيتهم هون ليش حطيتهم هون حطيتهم هون يا حبايبي وضعت لك ياهم هون عشان بس نوصل للأزمنة الثانية تكون متذكر الفكرة تكون ما لك متذكر اللي هي الفكرة إنه that's why وthat's how وسب تيجن بموقع في وسط الجملة وقبليه السبب وبعديه النتيجة وإذا كانت النتيجة مضارع رح يكون الحل عندنا اليوم اللي هو مضارع ما له مضارع تام أنا بتهمني اليوم درس اليوم اللي هو المضارع التام أها تام المستمر لسه ما أخذنا ماضي تام لسه ما أخذنا ماضي تام مستمر لسه ما أخذنا حبة حبة بإذن الله رح نوصل للي بدنا إياه للي بدنا إياه طيب تمام باجي بقرأ أمثلة هون باجي أقرأ أمثلة بطلع نظرة عامة على السؤال بلقي نظرة عامة على السؤال they far off the interview so they feel glad pass they feel glad pass راحت هون يا حبايبي بدي ياك تركز لي على so so معناها نتيجة لذلك so معناها نتيجة لذلك نتيجة لذلك شو بعديها يا حبايبي النتيجة راح يكون شو بعديهم النتيجة they feel glad في اللاحظ هون مضارع مالها verb one يعني مضارع verb one يعني مضارع verb one يعني مضارع verb one يعني مضارع إذن هاي مضارع إذن الحل هون راح يكون شو يا حبايبي راح يكون هون اللي هو عندك present perfect مضارع ما له مضارع تام present perfect معناها مضارع اللي هو تام present perfect تمام تمام إذا راح يكون هون الحل present perfect طيب تمام نطبق اللي هو شكل الperfect المضارع التام they طبعا الجملة ما فيها هنا فيه ولا سؤال إذن راح أطبق مثبت they جمع بكتب هون بخط صغير جمع فبحكي have have والفعل اللي هو past الموجود بين الأقواس الموجود بين الأقواس past بحوله للverb 3 بحكي past بحكي اللي هو past ركز معي هون عندك الفعل past بحوله للverb 3 اللي هو past the interview so they feel glad نجي نترجم الجملة عشان نفهم أكثر they have past the interview هم اجتازوا المقابلة نتيجة لذلك they feel glad وإن شاء الله كل ياتكم تكونوا glad glad معناها مس رور مس رور أو سعيد أو مبسوط يعني glad معناها مسرور مبسوط سعيد وإن شاء الله كلكوا تكونوا مسرورين وسعداء إذن هون يا حبايبي so نتيجة لذلك كانوا مسرورين إذن هون يا حبايبي قبليها راح يكون في عندك سبب هم اجتازوا المقابلة هذا السبب هذا السبب النتيجة راح يكون راح يكون راح يكون هو so they feel glad طبعا أنت على أي أساس أستاذي حددت أنه الإجابة راح تكون present perfect بكل بساطة يا حبايبي لأنه بعد السو إجا عندي مضارع وحكينا يا حبايبي فيه ملاحظة إذا كانت النتيجة في المضارع فالحل يكون مضارع تام إذا كانت النتيجة في المضارع فالحل يكون مضارع تام فإذن دائما بنظر بعد السو أو that how أو that why so that's how that's why دائما بنظر على اللي بعدهم مباشرة بنظر على اللي بعدهم مباشرة تمام بنظر على اللي بعدهم مباشرة وبحل على هذا الأساس تمام so they feel في المضارع بما أنه مضارع الحل هون راح يكون عندي present perfect present perfect هون سبب هون نتيجة هون سبب هون نتيجة وبينهم دائما yeah so yeah that's how yeah that's why نحل الجملة الثانية الجملة الثانية هون يا حبايبي she she مفرد باكتب هون مفرد بنظر نظرة عامة على الجملة الجملة ما فيها لنا فيه ولا سؤال بس بدي أنتبه عندي that how بتطلع بعديها بتطلع بعديها مباشرة في عندي هون she is angry هي غاضبة she is angry هي غاضبة مش هنغري هنغري معناها جوعان اها she is angry هي غاضبة angry معناها غاضبة هس نكتب لكم إياها عشان ما يطلع إنا واحد يحكي إنا أنا خربط بينهم انتبه angry معناها غاضبة that's how she is angry لاحظ هون is مضارع مضارع بما أنه مضارع 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 نطلع بالشارع يا جماعة الخير ما بدنا نطلع على الشارع بدنا ندرس she is angry مضارع إذن الإجابة هون راح تكون اللي هي present perfect present اللي هي present perfect اللي هي المضارع التام المضارع التام وربنا يديم عليكم ويتم عليكم بالنعمة والخير والبركة والصحة يا رب ويوفقكم جميعا شي شي مفرد أكيد الجملة ما فيها لنا في ولا سؤال راح أطبق قاعدة المضارع التام المضارع التام بما أنه شي راح تأخذ أكيد أكيد اللي هي احكوا هاز أحسنتم هاز والفربي ثري من الفعل ميك هسا في طالب بيجي بحكي لي هيك الفعل اللي هو الفربي ثري من ميك هيك وهذا كارثة هذا ما له كارثة انتبه الفعل ميك فعل شاذ غير منتظم بحوله للفربي ثري اللي هو ميد اللي هو ميد هي عملت او ارتكبت اللي هو خطأ كبير او مشكلة كبيرة ذاتها ونتيجة لذلك هي غاضبة هي غاضبة إذن يا حبايبي في عندي نتيجة في عندي نتيجة هون في عندي عفوا سبب أو حدث عندي سبب 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 هون عندي سبب أو حدث عندي هون بالوسط اللي هي so او that how او that why وعندي هون نتيجة عندي هون شو نتيجة افهم الترتيب يا حبايبي عشان تقدر تحل دائما بنظر بعد so that how that why إذا كانت مضارع إذا كانت مضارع رح يكون جوابي أو حلي اللي هي مضارع تام مضارع تام مضارع تام طيب تمام هون يا حبايبي الله يوفقك ويسعدك ويكون معك يا رب إن هون تدريبات تحتوي على أفكار متنوعة تحتوي على أفكار متنوعة عندي هون يستاذي دائما 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 خذها قاعدة بحياتك يا حبايبي طول ما أنت بتدرس إنجليزي لازم تظل لك تحل تماريد كل ما حليت أكثر كل ما فهمت أكثر كل ما حلت أكثر كل ما تمكنت من القاعدة أكثر كل ما تمكنت من القاعدة أكثر تدريبات تحتوي على أفكار متنوعة طبعا عندك هون أنا وضع لك عدة أسئلة عندك هون وضع لك صيغتين على الأسئلة صيغة اللي هي تصحح الفعل أو تشوز اللي هي تضاع دائرة طيب تمام بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بحكي لك هون صحح الفعل اللي هو موجود بين اللي هو الأقواس موجود بين الأقواس صحح الفعل الموجود بين الأقواس بدي أحل على قاعدة present perfect اللي تعلمناها طيب تمام عندي الجملة الأولى الـ subject ما له الضمير I أكيد 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 ما له جامع أحسنتم رح أضع شو have طيب تمام بنتبه الجملة فيها نفي لا ما فيها نفي إذا رح أحل على قاعدة المثبت والمثبت بحكي لـ subject have has plus verb 3 طيب تمام I have الفعل الموجود بين الأقواس اللي هو study الفعل study لاحظ هون عندك كي ويرد برضو على الجملة اللي هو كلمة مفتاحية على الزمن اللي هو for وحكينا for بس تخدمها لما بدي أحكي عن مدة زمنية غير محددة أحسنتم أحسنتم اللي هي for مدة زمنية غير محددة I have study بدي أحوله للverb 3 اللي هو study انتهى بـ وما قبله كونسننت طبعا هاي من القواعد الكثير مهمة أخذناها بمادة تأسيسية الفعل إذا انتهى بـ بـ بدي أحوله للماضي أبدي أحوله للverb 3 وانتهى بـ وما قبله ساكن بحذف الواي وبضيف I E D ليصبح study هذا الفعل اللي هو الverb 3 study بهذا الشكل يا حبايبي وين الواي راحت الواي راحت لأنه بحل محلها اللي هي الـ I وضفنا الـ E D ليش السادي لأنه قبله حرف الـ وحرف الـ يعتبر من الحروف الساكنة الساكنة من حرف ساكن يعني هذا الـ حرف ساكن وين ساكن وين ساكن جنب الدار جنب الدار لا احنا هوا من نشرح present perfect الله يرضى عليكم ويوفقكم جميعا I have studied in Lebanon for 3 years أنا بعيش في لبنان for 3 years منذ ثلاث سنوات أي ثلاث سنوات الله أعلم أي ثلاث سنوات الله أعلم هون ما حدد هون ما حدد طبعا هون إذا انتهى الفعل بـ وي ما قبله ساكن بحث في الواي بضيف I E D طبعا على أي أساس السادي هذا على أساس المادة التأسيسية اللي أخذناها بالفيديو الأول ما تفتح هذا الفيديو بدون ما تكون فاهم المادة التأسيسية ما أتشغل هذا الفيديو ما أتكمل هذا الفيديو بدون ما تكون منتبه للمادة التأسيسية الأولى طيب تمام الجملة الثانية Alex Farag already طبعا already keyword على present perfect Farag a photograph وهون واضع بين الأقواص اللي هو الفعل take طيب تمام الجملة ما فيها لا نفي ولا سؤال أكيد رح أحلها على قاعدة المثبت اللي هي have has subject have has plus verb 3 الـ subject هون ما له مفرد باكتب هون مفرد أحسنتم أحسنتم مفرد تمام إذن أكيد رح يأخذ اللي هي has has already احنا حكينا already بتكون بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي إذن هون رح يكون في عندي فعل رئيسي بمسك الفعل بين الأقواص بحوله للverb 3 اللي هو taken طلع أستاذ الجميل كيف كتبوا هذا الفعل طب ليش كتبوا بالشكل هذا؟ لأن أستاذ جميل العوري متمكن وفاهم من المادة فبكون حافظ أنه التصريفي الثالث إله اللي هو taken طبعا هذا الفعل take verb 1 took verb 3 taken verb 2 عفوا taken verb 3 إذن هاي verb 1 take took verb 2 taken verb 3 taken verb 3 طيب تمام جملة رقم 3 جملة رقم اللي هي ثلاث سلمة 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 وحدة إذن مفرد إذن بكتب هون مفرد أحسنتم دائما شغل الشغل يا حبابي بركز على الفاعل بعدين بشتغل على الverb بركز على الفاعل بعدين بشتغل على الverb بركز على الفاعل بعدين بشتغل على الverb بقرأ الجملة بكل بساطة سلمة فراغ here homework yet yet برضه keywords keywords على البرزنت perfect كلمة دالة على البرزنت perfect بدي ياك تنتبه لشغلة كثير مهمة انه yet دائما بتيجي مع جملة النفي بالآخر yet كلمة yet المفتاح yet آه بتيجي دائما دائما مع النفي بتيجي دائما مع النفي تمام بآخر الجملة تكون مكتوبة بآخر الجملة سلمة فراغ here homework yet واضع بين الأقواس اللي هو not do إذن هون شو بده يا حبايبي بده أنفي الجملة بده يعني أنفي الجملة طيب تمام باجي بطبق بقول له سهلة الأمور سلمة مفرد أكيد رح توخد اللي هي has بتدخل النفي عليها بكتب not أو بحكي هزينة الاختصار هذا اللي هو هيك بالشكل ها بقدر أكتب هيك وبقدر أكتب هيك الأفضل إنك ما تكتب اختصار الأفضل إنك ما تكتب اختصار سلمة has not here homework homework yet وضع لي بين الأقواس اللي هو do do هاها do هزا من الأفعال اللي هو المساعدة إلو التصريف بده تكون حافظهم سلمة has not done آها الفرب ثري من do done سلمة hasn't أو has not done here homework yet here homework yet طيب تمام جملة رقم جملة رقم أربعة جملة رقم أربعة the detectives آها detectives 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 آها شعني detectives detectives معناها محققون يا حبايبي محققون إذن هاي جمع بكتب هون بخط بسيط جمع فاعل ماله جمع فراغ the rubber yet rubber معناها الصارق شو ماله الصارق تمام الصارق yet وشو بوضع هون not وحنا حكينا yet دائما بتيجي بجملة النفي بالآخر جملة النفي بالآخر بأي درس درس present perfect درس present perfect بما إنه واضح هون يا حبايبي بين الأقواس not أكيد غصبا عني بدي أنفي طالب نفي أكيد بدي أنفي طالب نفي أكيد بدي أنفي طيب تمام بنفي عادي الأمور سهلة وبسيطة هسا في طالب بيقول لك كيف بدي أنفي لا يا حبيبي احنا تعلمنا الله يرضى عليكم وتعلمنا بكل سهولة بكل بساطة subject have بعدين بدخل not verb 3 object طيب تمام the deductives جمع راح ندخل اللي هي have آه بعدين not آه أو haven't الاختصار هذا haven't haven't الاختصار هذا haven't بعدين باجي الفعل catch بدي أحوله الverb 3 راح أحكي coach آه الفعل catch coach آه catch coach طيب ليش كتبته اللي هو c-a-u-g-h-t ليش كتبته بالشكل هذا يا حبيبي لأنه أصلا أصلا نستجمي الماله حافظ الشكل للفعل هذا يعتبر فعل ماله irregular فعل شاذ له تصاريف catch catch coat بالverb 2 وبرضه بالverb 3 coat آه catch coat coat like buy put put آه catch coat coat buy put put آه catch coat coat buy put put تمام تمام إذن هاي من الأفعال الشاذة كيف بدي أتعلمه من سبيل بدك تحفظ بدك تحاول تحفظه مالله يرضى عليك وبدك تكون حافظ وفاهم مثلاً كاتش كاتش كوت كوت آه باي بوت بوت آه teach تو تو آه إذن كل هاي أفعال أفعال شاذة كل هاي أفعال شاذة طيب تمام جملة رقم 5 جملة رقم 5 لاحظ هون السادي هسا في طالب بيشوف فراغين بلتخم هون ليش تلتخم؟ ليش تلتخم؟ الأمور سهلة وبسيطة تمام تمام عندك هبايبي الفراغ الأول engineers المهندسين فراغ ثاني the damn at last at ما له at last آه ولاحظوا شو وضع لي هون أو شو حاطت هون اللي هي question mark question mark تمام تمام إذن هون كثير سهلة وكثير بسيطة هون question mark إذن صيغة سؤال طالب مني أكون صيغة سؤال على present perfect طبعاً at last كيويرد على present perfect معناها أخيراً at last معناها أخيراً تمام كيف بدأ كون صيغة سؤال على present perfect زي ما تعلمنا القانون اللي هو have هذا في البداية subject بعدين verb 3 وبكمل الجملة طبيعية وهم شيء أهم شيء أهم شيء بالسؤال علامة السؤال بالأخير طيب تمام السبجكت هون جمع أكيد رح أضع have ولكن طلع كيف وضعتها بالشكل hub اللي هو capital letter capital letter لأنه بداية السؤال لازم يكون capital letter engineers معناها مهندسون ويا رب كلياتكم أو جميعاً كل واحد يشاهدني من الطلاب لنكن تكون مهندسين ودكات رب المستقبل يا حبايبي ربنا يوفقكم has engineers آها لازم يكون عندك هون verb 3 عندك الفعل build آها طيب كيف دي حول الله للverb 3 بدي أكون حافظ build built built هذا فعل شاذ فعل شاذ فعل شاذ أي كتاب عندك بالحكومة أي طالب حكومة عندك بالكتاب الغير ملون آخر قائمة بالكتاب من وراء هاي من سميها قائمة irregular verbs أفعال شاذة أفعال ما لها شاذة لازم يكون حافظ التصريف الأول التصريف الثاني التصريف الثالث إذن have engineers built the damn atlas question mark طيب تمام جملة رقم ستة يا حبايبي جملة رقم ستة فراغ أول Sarah فراغ ثاني the driving test test recently test اللي هي recently طبعا recently يا محترمين يا مؤدبين keyword على present perfect ها كلمة دالة على present perfect واضع بين الأقواس اللي هو الفعل pass شعني pass يجتاز يجتاز وإن شاء الله أنتم جميعا كل واحد بيشاهدني يجتاز كل ما هو صعب كل ما هو صعب إذن فراغ فراغين واضع بين الأقواس بآخر الجملة اللي هو question mark أكيد بده سؤال طيب هون عندي subject ما له يا حبايبي مفرد Sarah واحدة بنت واحد اسم اسم واحد إذن راح أسأل بhas راح أبدأ الجملة بhas ولكن لاحظ بدأت capital letter has Sarah فراغ the driving test اللي هي رخصة السواقة إن شاء الله كل أيها تكم بتاخدوها تمام the driving test اللي هي رخصة السواقة recently اللي هي question mark وهذا بين الأقواس وهو الفعل past فعل منتظم هذا بدي أحوله للverb 3 بحكي past بحكي شو past يقبل إضافة ed هذا regular verb يعني فعل يقبل إضافة ed يقبل إضافة ed إذن هذا فعل ما له فعل منتظم أحسنتم أحسنتم طيب تمام جملة رقم سبعة جملة رقم سبعة أطول أول ما أشوف بحكي إنها هاي جامع هاي ما لها جامع ضمير جامع ضمير جامع احنا حكينا فيديو فيديو الأول فيديو الأول فيديو الأول مش شرط يكون الفعل اسم ممكن يكون ضمير ممكن يكون مالو ضمير هون ضمير جامع هون ضمير جامع بكمل الجملة for test so far so far هاي كي ويرز على present perfect this semester واضع بين الأقواس have واضع بين الأقواس have هسا في طالب بشوف الhave بلتخم ليش تلتخم يا حبايبي ليش تلتخم ما هو have أصلا فعل have أصلا فعل فباجي بحكي we فراغ for test so far this semester بما إنه we الجملة ما فيها الجملة ما فيها لأنا في ولا سؤال إذا رح أطبق المثبت المثبت اللي هي have has verb 3 عندك we هون يا حبايبي we رح يأخذ أكيد أكيد have والتصريف الثالث للفعل طب have شو التصريف الثالث لها يا ساذي شو التصريف الثالث لها التصريف الثالث للhave اللي هي had يا حبايبي اللي هي had we have had طب بصير هيك آه بصير عادي we have had تركيب جملة صحيح 100% قواعديا صحيح we have had for test so far this semester this semester هذا الصيف طيب تمام جملة رقم ثمانية هدى أكيد بكتب جنبها مفرد مفرد أحسنتم مفرد هدى اسم واحدة اسم بنت مفرد يعني واحد فراغ me three letters since since keywords على present perfect وحنا حكنا لكم يا حبايبي ما تبقى استخدم since بالجملة present perfect باستخدم since لما بيدي أحكي عن مدة زمنية مالها مالها محددة أحسنتم هون حدد last month اللي هو شهر الماضي أو آخر شهر آها شهر الماضي أو آخر شهر إذن هون حدد بالجملة المدة الزمنية ما حكى شهر واحد أي شهر يعني حكى last month حدد أي شهر حدد أي شهر لما أنا أجي يقول لك مثلا أنا مثلا أنا لعبت الفوتبل مبارح أو كرة القدم مبارح تمام إذن last day هون حددت نفس الشي هون since since تمام since إذن باستخدمها بالجملة لما بيدي أحكي عن مدة زمنية محددة أحسنتم أحسنتم مبدعين هدى مفرد أكيد رح يأخذ شو has آها تمام بتطلع على الجملة الجملة فيها نفي لا ما فيها نفي الجملة فيها سؤال رح أطبق مثبت معناته رح أطبق مثبت إذن هدى has send رح أحوله للverb 3 اللي هي since آها هذا فعل شاذ لازم أكون حافظ تصريفه لازم أكون حافظ تصريفه طيب تمام عندك يا حبايبي جملة رقم 9 9 آها my brother أخوي يعني كلكوا أخواني وحبايبي my brother كلكوا أخواني وحبايبي my brother أكيد مفرد أكيد مالها مفرد طيب تمام a job recently بلقط على السريع الطالب الجدع والطالب المركز recently key words على اللي هو present perfect key words على present perfect إذن recently key words كلمة دالة على present perfect تمام تمام طيب بطلع الجملة الجملة فيها نفي الجملة ما فيها نفي الجملة فيها سؤال الجملة ما فيها سؤال يا حبايبي إذن أكيد 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 رح أطبق رح أطبق اللي هو رح أطبق قاعدة المثبت بال present perfect recently معناها حديثا يا حبايبي recently معناها حديثا حديثا تمام؟ أو مؤخرا حيلو 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 سهلة كثير بسيطة أكيد راح أضع اللي هي has ما لها؟ راح أضع has طيب تمام؟ بدي الفيرب الثري الفيرب الثري للفعل بين الأقواس اللي هو find بالشكل هاضي يا حبايبي اللي هو found طب أستاذي ليه شيء كتبته؟ لأنني أنا حافظ أنه find تصريفها كالتالي find طبعا هاي فيرب 1 find found اللي هي الفيرب 2 أحسنتم الفيرب 3 اللي هي found طيب تمام؟ حسا في طالب يحكي لي طب هدول أفعال شدة وحكيت للأفعال الشدة لا تقبل لا دي ولا إي دي طب ليش أنت حاطت هون دي 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 أستاذي حبيبي الله يطول بعمرك الله يطول بعمرك وجميعا هاي دي الموجودة بالفعل هاضي هاي دي أصلية دي أصلية بكتابة الفعل نفسها دي أصلية بكتابة الفعل نفسها إذن my brother has found a job recently تمام تمام هيك أنا بأخذ العلامة كاملة وبحل السؤال 100% وأنا متأكد منه جملة رقم 10 جملة رقم 10 نختم بهذا السؤال اللي هي صيغة تصحيح الفعل اللي بين الأقواس تصحيح الفعل اللي بين الأقواس أحسنتم تمام تمام some graduates اللي هو بعض الخريجين بعض الخريجين عطول هي جامعة فاعل مالو جامعة graduates إن شاء الله كلكم تكونوا من خريجين الجامعات العريقة والفخمة زيكم some graduates بعض الخريجين فراغ recently فراغ recently برضو key words على present present perfect عفوا present perfect keywords على present perfect على المضارع التام طيب تمام فراغ as teachers وأوضع بين الأقواس هون الفعل work طيب بما إنه الجملة ما فيها لا نفي ولا سؤال الجملة ما فيها لا نفي ولا سؤال إذا راح أطبق اللي هو شكل المثبت بال present perfect اللي هي subject have has plus verb 3 وكمل طبيعي some graduates آها هاي ما لها هاي فاعل جمع طيب تمام أكيد راح أضع اللي هي have الفعل المساعد have لأنه جمع طيب have recently هون شو نقصني نقصني الverb 3 نقصني الverb 3 من الفعل نقصني الverb 3 من الفعل إذن الفعل work لما بدأ حوله للverb 3 راح أحكي في كل بساطة worked آها worked آها أكتبه للتوضيح هون بشكل ثاني worked طاحد انتهى بإيدي إذن هذا فعل مالو فعل مالو جاوبوني أحسنتم ولا واحد جاوب ولا واحد جاوب أحسنتم هذا فعل مالو يا حبايبي منتظم أحسنتم ربنا يوفقكم ويكون معكم هيك احنا خلصنا حل تمارين أسئلة صحح الفعل بين الأقواس يا حبايبي يا محترمين يا مؤدبي حبايب بن الطلاب يعطيك ألف عافية جميعا نجدد النية ونحكي بسم الله سلام عليكم يعطيك العافية جميعا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الآن يا حبايبي في عنا هون سؤالين اللي هو بعطيك السؤال وعدة خيارات بدك تختار الإجابة الصحيحة على present perfect قبل شوي حلينا كل الأسئلة على صحح الفعل بين الأقواس صحح الفعل بعطيك بين الأقواس الآن في عنا نمط سؤال ثاني هو سؤال بعطيك عدة خيارات بدك تختار الإجابة الصحيحة نفس القاعدة اللي تعلمناها يا حبايبي نفس القاعدة اللي تعلمناها present perfect إما بالمثبت أو النفي أو السؤال ولكن هون السؤال بصيغة اختر بدك تختار اللي هو الفعل الصحيح الإجابة الصحية بدك تمشي على القواعد اللي احنا تعلمناها سابقا يا حبايبي طيب صيغة هذا السؤال بحكي لك choose the suitable item from those given choose بمعنى اختر choose بمعنى شو يا حبايبي choose بمعنى اختر بدك تختار بدك تختار choose the suitable item اللي هو الخيار المناسب from those given اللي بعطيكي هان تحت السؤال اللي بعطيكي هان تحت السؤال طبعا هذا نمط أسئلة كثير مهم وكثير مهم إنك لازم تكون عارف كيف تتعامل مع نوع هيك أسئلة مع نوع هيك أسئلة طيب تمام هون yet كيوارد على البرزينت بيرفكت كيوارد على البرزينت بيرفكت طيب تمام تمام إذن هاي كيوارد على البرزينت بيرفكت الجملة فيها نفي لا ما فيها نفي الجملة فيها اللي هي سؤال ما فيها سؤال ولكن انتبه هون على الخيارات انتبه هون على الخيارات وضع لك هون نت وضع لك هون نت وضع لك هون نت إذن الجملة بدو إياك تنفيها بدو إياك شو يا حبايبي تن فيها غصبا عنك بدك تن فيها هون لأنه أصلا السؤال طالبك نفي طيب تمام هون بحدد الفاعل هون بحدد شو يا حبايبي بحدد الفاعل فاعل ما له هون بكتب هون بخط صغير اللي هي مفرد طيب تمام المفرد كيف بدي أن فيه أستاذي بحط له has not الverb 3 والأوبجيك تكملت الجملة بشكل طبيعي اللي هي مفرد has not verb 3 وبكمل الجملة طبيعي بكمل الجملة طبيعي طيب تمام باجي هون بستثني من الخيارات عندي have have للجمع والصبجيك عندي ماله مفرد إذن هاي ما بتزبط بستثنيها طيب تمام had الهاد بالماضي يا حبايبي الهاد بالماضي واصلا درسنا مضارع ما رح تزبط بستثنيها بظل عندي الhas إذن has not participated the race yet إذن the young boy اللي هو الشاب الصغير بالعمر has not لم يشارك participated اللي هو شاركة شاركة أها إنه شاركة في إيش؟ شاركة the race اللي هو الصباق yet أها yet إذن تمام تمام دائما بحدد السبجيك إذا كان مفرد بدور على خيارات المفرد بدور على شو؟ على خيارات المفرد إذن الإجابة الصحيحة اللي هي has not participated إذا كان السبجيك جمع بدور على خيارات الجمع بدور على خيارات الجمع طبعا هاد ما إلها علاقة لأنه بالماضي وإحنا درسنا أصلا مضارع have اللي هو في حالة إذا كان السبجيك ما له جمع في حالة إذا كان السبجيك جمع طيب تمام جملة رقم اثنين عندي هون فراغ أول عندي روان السبجيك تون روان مفرد بكتب هون مفرد أها فراغ الفراغ الثاني here tasks in this village lately lately معناها مؤخرا lately معناها مؤخرا واضع لي في النهاية اللي هي question mark واضع لي في النهاية اللي هي question mark إذن هون بدي ياني أكون سؤال هون بدي ياني أكون سؤال على present perfect طيب بما إن السبجيك عندي مفرد بدور على خيارات المفرد طيب تمام have do أكيد ما رح تزبط لأنه أصلا have للجمع وdo ما بتزبط do أصلا هاي مش مش verb 3 هاي verb 1 هو أصلا بال present perfect بدو verb بدو verb 3 إذن هاي على طول بستثنيها طيب تمام has done لحد الآن صحيحة have done ما رح تزبط ما رح تزبط مستحيل ليش لأنه الhave لل للفاعل الجمع للفاعل الجمع وعنه هون يا حبايبي الفاعل ماله مفرد الفاعل ماله مفرد ولكن لاحظون شغلة بما إنه سؤال رح نزل هون الhas capital الhas capital الhas هو done إذن done اللي هي done هون نمساحها بشكل سريع اللي هي هون done رح أضع اللي هي done الverb 3 من do إذن الإجابة الصحيحة عندي اللي هي has done has للمفرد والsubject عندي مفرد فإذن هي الإجابة الصحيحة هي الإجابة الصحيحة فدائما يا حبايبي الله يوفقكم جميعا الله يكون معكم وإنما كنتوا دائما دائما يا حبايبي الصبج إذا كان مفرد باشتغل على الverb كما تعلمت الصبج إذا كان مفرد رح أحط has has plus verb 3 الصبج إذا كان جمع رح أحط اللي هو have plus verb 3 plus verb 3 والملاحظة اللي كثير مهمة والكثير أساسية من بداية الفيديو حكينا أي إشي تام لما تسمع أستاذك بالمدرسة يقول لك تام لما تسمع صديقك يقول لك تام present perfect past perfect كلمة تام أو صديقتك أو المعلمة تبعتك أو المس تبعتك أو الأستاذ تبعك بالمدرسة لما يقول لك تام مضارع تام past perfect أها كلمة تام دائما past perfect present perfect مضارع تام ماضي تام دائما يا حبايبي دائما يا محترمين يا مؤدبين لازم يكون عندي أحد أفعال have متبوعة بالverb 3 إن شاء الله إن شاء الله تابعني أول بأول رح تستفيد بإذن الله رح نكمل سلسلة اللي هي شرح أزمنت اللغة الإنجليزية بدي إياك يا حبايبي بتنتبه لدراستك وتنتبه للمادة الأساسية اللي هي باللغة الإنجليزية المادة الأساسية أخذناها بأول فيديو بالشرح أول فيديو بالشرح بديك التابع لي ما تكمل معاي بدون ما تكون فاهم أساسيات اللغة الإنجليزية أساسيات كثير بسيطة وكثير سهلة رح تبني عليها المادة المادة الأساسية إن شاء الله تابعوني بالفيديوهات القادمة نكمل شرح أزمنت اللغة الإنجليزية ولا خيب الله سعيكم في مناكب الحياة ولا أضاع لكم حلما أو تعبا موفقين يا حبايبي